كما أوضح مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج للشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن الجهود الأمنية للمرور في الحج تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتحقيق سلامة الإجراءات المحيطة بحافلات نقل الحجاج إضافة إلى سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم داخل المشاعر المقدسة وأبان أن هناك جهودا وخططا في موضع التنفيذ مع تقييم الخطط بشكل دوري وشاد بتجاوب المواطنين والمقيمين من أهل مكة المكرمة